يا مساء الخير وأهلاً وسهلاً بجمهور النادي الأهلي العظيم اللي بيتابعنا في السادسة نلتب ورقنا كده ونقول كلمتين في غاية الأهمية واحد إنه المرحلة اللي فاتت طبعاً كل اللي بيحبوا وبينتموا للنادي الأهلي مش راضين بشكل كبير جداً عن الأداء لكن خلينا أفكر حضرتكم هي هي نفس الفرقة اللي حققت سلسية وهي هي نفس الفرقة اللي جابت برونزية العالم ده الوقت اللي محتاجين فيه الدعم والمساندة لإنه الفريق بيمر بمرحلة عدم وزن لكن لا اللعبة تغيرت ولا اللعبة اللي حققت البطولات اللي فاتت دي كلها إمكانياتها قلت مرة واحدة أسباب كتيرة جداً ممكن تكون مأدية لاهتزاز العروض في الفترة الأخيرة أو مش خلينا أقولها إنه العروض مش بتلبي طموح الجمهور الحمراء لكن لغاية اللحظة اللي بيكلم حضراتكم فيها دي كل حاجة لسه في الملعب بالعكس كمان خلينا أقول حضراتكم إنه من خلال تواصلنا مع كتير من الخبراء اللعبة أناش بكلم على أراء محللين أو متخصصين هنا في مصر أنا بكلم حالكم حتى على المستوى العالمي لما بنتبع مع صحف أو محللين أو حتى لعبين دوليين لا الحقيقة كله بيرشح إنه الأهلي فرصه هي الأكبر وإنه مرشح أول حتى اللحظة دي للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقية لغاية اللحظة دي الأهلي مع المؤجلات بتاعته يتصدر الدوري العام فإحنا مش بنتكلم على مشاكل مرتبطة بنتاج أو بتحقيق بطولات يمكن يكون فيه اهتزاز وقلت الحالكم ديها أسباب كتير جدا والأهم كمان إنه إحنا نبص لللي جاي مرة تانية بأكد إنه المرحلة دي العشرين يوم اللي جايين بداية من المطش سيمبة فرقة النادي الأهلي عندها شط عنيف عشرين يوم فيهم سبعة مطشات طقال جدا كلهم مع فرق سواء الزمالك أو سموحة أو أمبي أو المصري أو سيمبة طبعا اللي هنبتدي به يوم الجمعة اللي جاي ففرقة محتاجة دعم كبير جدا من جماهيرها في الوقت الحالي خصوصا إنه الجماهير أنتوا عارفين مش حضرة في المدرجات وقد إيه الجماهير بتفرق مع العيبة لما بتكون في المدرجات خلينا نتكلم على المرحلة اللي جاية بشكل عام لأنها مرحلة صعبة جدا ونتكلم على مطش سيمبة بشكل خاص مع واحد من نجوم النادي الأهلي سابقين ضفنا في السادسة النهاردة كابتن أحمد حسن دروكبا أهلا بيك يا كابتن أحمد أهلا وسهلا مشرفنا أهلا بيك يا كابتن أحمد وكل أسرة البرنامج وباستاذ المشاهدين أبتدي معاك من المريخ الحقيقة أنا يمكن كنت بقول في بداية الحلقة أنه من بعد العروض القوية والنتيجة العظيمة اللي حقق نادي الأهلي في المونديال عينت فرقة الأهلي في كتير من المباريات ومشوفناش الأهلي بشكله وبهبته بشخصيته وبقوته اللي يمكن في ماتش أو اتنين والماتشات اللي يمكن تكون الظروف مهيئة يعني بالذات لما تحطينا في موقف صعب زي فيتا كلاب هناك في كينشاسة ظهرت شخصيتنا دي الأهلي وكسبنا هناك 3-0 والحمد لله كانت مباراة مهمة جدا في مشوارة أهل لكن فيما عدا ذلك أغلب العروض الأداء مش مرضي قوي للجمائل حتى لو بتحقق الفوز الترجم ده أو تلخص ده بشكل كبير جدا في ماتش المريخ الأخراني من وجهة نظرك الهزة دي أو التفاوت في التبايد في المستوى ده إيه هي أهم أسبابه في فترة أخيرة كابتن عبد على فكرة هي حصلت مش في النادي الأهلي بس إنت لو أخدت بالك من بعد كاس العالم للأندية لو حد متابع الدوري الألماني بيرن ميونيخ بعد ما أخد كاس العالم رجع خسر ماتشين في الدوري وعلى فكرة بيقدي ماتشات يعني مش بنفس المستوى اللي هو قبل ما يروح كاس العالم فالنادي الأهلي أنا مش شايف إن النادي الأهلي يعني فيه قلق أو ماتش المريخ ما كانش مقلق بالنسبة لك مش عشان ماتش المريخ في حد زي أنا بكامع على اللي جاي ماتش المريخ لو بصيت على اللعبة ممكن تلاقي أكتر من ست لعبة في منتخب السوداني في المنتخب المنتخب السوداني ساعد كاس الأمم وعلى فكرة المنتخب السوداني بقى قوي جدا ولو أخدت بالك في الماتش الأخير مع جنوب أفريقيا عملوا ماتش كويس جدا اللي هو وصلهم لأمم أفريقيا أنا شايف إن أنت لما تبقى خسران وترجع في نتيجة 2-0 وبعد كمان كان فيه ضرب الجزاء ضاعت فلا طبعا النادي الأهلي أنا مش شايف إن فيه قلق خالص المستوى عموما مش بس المريخ المستوى يقول لك إنه الأهلي قادر ينفس على البطولة واحد من الحضرين يعني طبعا النادي الأهلي في كل البطولات بصرف النظر عن الأداء طبيعي جدا ممكن تبقى إنت جاية من مستوى عالي جدا بدأت ترجع تنزل تاني تبدأ من جديد عشان توصل فطبيعي إن أنا هنزل الكرف بتاعي ينزل شوية طبيعي إن فيه ماتشاط ممكن تروح مني لكن إحنا لسه بدري وأنا شايف إن النادي الأهلي فرصته كويسة جايفة لا لا خالص لا لا الحمد لله خالي طبيعة البطولة السنة دي يعني طبيعة الفرق المشاركة شوفت تتفرجت على ماتشاط إحنا بنتفرج طبعا على كل الماتشاط يعني أنا شايف إن أقوى فرقة يعني تمثل خطورة للنادي الأهلي في البطولة هي سينبا لإنهما الماتش اللي إحنا خسرنا فيه في سينبا فرقة كويسة جدا وفرقة بتلعب كرة بس إحنا ما كناش في يومنا فبإذن الله المبارك جاية نقدر نكسب سينبا تاني وكل حاجة تبقى زيما هيا